على ذكر المباراة الدولية والاتحاد الدولي كان زار وفد من الاتحاد الدولي الفيفا النادي الاهلي كان وفد من الفيفا والكاف مع بعض استقبلهم المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق وكان معاه المهندس محمد سراج عضو مجلس الإدارة وحضروا اجتماع كان فيهم معاهم كمان المهندس أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الاهلي لكرة القدم اللي بيرأسها واحد صاحبنا وكان معاهم كمان حنان الزيني مدير الترخيص واللوائح بالنادي الوفد ضم كل من لوكا بيتزاري وكلاود يوزانكا وماتيو دين ودوتشو ومحمد سيدات مدير الترخيص واللوائح في الاتحاد الأفريقي ومحمد الطبجي مدير إدارة الترخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد إيهاب مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد زي ما حضراتكم شايفين في الصور المانس خالد مرتاجي رحب بالضيوف في النادي الآلي في هذا الاجتماع والوفد أكد اهتمامه الكبير بمشاركة النادي الآلي في البطولة الجديدة اللي هي دوري سوبر أفريقيا دي البطولة الجديدة اللي حتقام الموسم اللي جاي فيها 8 أندية فقط الغرض من الزيارة لإطمئنان على قدرات النادي والتعرف على منشآت وظهروا ملعب التيتش وظهروا غرف الملابس ظهروا استاد القاهرة باعتبروا الملعب المعتمد للنادي الآلي وعدد من الفنادق اللي النادي ممكن يستضيف فيها ضيوفه للإطمئنان على البنية التحتية للأندية التمانية اللي حتشارك في البطولة في ختم الزيارة حرص أعضاء الوفد على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة كابتن الخطيب على حفاوة الاستقبال مع التأكيد على الاهتمام الكبير بدور النادي الآلي فيما حققته الكرة الأفريقية من نجاحات وظهوره المميز في بطولات كأس العالم للأندية ده الهدف من الزيارة ومن خلال المناقشات وفد الفيفا وفد الكاف تكلمه في أربع خمس نقاط مهمة النقطة الأولى أن البطولة هتبدأ بتمن أندية فقط وحتتلعب بنظام النقاة وتخروج المهزومة عشان ما يبقاش فيها عدد كبير من المباريات التمن أندية اللي هتشارك على رأسها الأهلي واخدين قرار مبدئيا أنه مفيش دولة هيمثلها ناديين كان بيتقال أنه هيتلعب من المغرب الوداد والرجاء لا واضح أنه فريق واحد فقط حتى الآن لم يتم تسمية أسماء الأندية التمانية اللي هتشارك لكن هما بيأكدوا على قيمة مشاركة النادي الأهلي بوصفه متصدر التصنيف القاري وأيضا متصدر القيم السوقية للأندية الأفريقية هو طبعا في النقطة دي عشان تبقى واضحة مؤكد هما جاينا أنه على قدرة النادي الأهلي فيما لو أسند إليه أي شيء تنظيمي أنه عنده من البنية والنظام يعني هما جاينا تفقدوا قدرات النادي الأهلي بس هما هيعملوا الجولة دي على كل الأندية اللي حتتقرر مشاركتها هما عايزين يعملوا بطولة قوية تستبعد الشكاوي اللي بتحصل كان بيحصل كتير أن أندية تروح دول ما تلاقيش فنادق مناسبة أو ما تلاقيش ملعب تدريب لائقة عشان كده كانوا حرصين حتى يتطمنوا على ملعب التيتش باعتباره ملعب التدريب وفنادق الإقامة اللي أنت ممكن تستضيف فيها الضيوف الفرق اللي حتجيلك فبالتالي هما حيمروا على السبع أندية الأخرى اللي حتشارك عشان يطمئنوا على الفرق اللي حتشارك في هذه البطولة اللي واضح إنها تبقى لها جوائز مالية كبيرة لو نهموا لحظات يلحقوا يتدركوها يلحق بحيث ما تبقاش عندك كل المشاكل اللي بتتردد في بطولة القرى المهندس خالد مرتاجي والمهندس محمد سراج اتطمنوا من خلالهم على ثلاث نقط مهمين جدا هي البطولة دي مؤهلة لكأس العالم للأندية ولا لا وهي اللي هتأهل لكأس العالم ولا دور الأبطال فوافد الفيفا والكاف قالك مبدئيا أنه أصلا كأس العالم للأندية اعتبارا من عشرين خمسة وعشرين هتتلعب من اتنين وثلاثين نادي فحيكون فيها متسع بطل السوبر حيشارك وبطل دور الأبطال حيشارك بالإضافة لعدد من الأندية الأخرى أيضا فهيبقى فيها متسع البطولة رقم اتنين طيب البطولة دي بديل عن دور الأبطال لا لكن هي هتبقى البطولة رقم واحد في أجندة الكاف اتنين دور الأبطال ثلاثة لكونفدرالية يعني كونفدرالية كمان مش هتتلغي ما متفكركش بحاجة كاس للتحاد لا التحاد الدولي حاولي يعمله في أوروبا آه عشان كده هما هيبدأوها بتامن أندية بعد كده اتناشر بعد كده ستاشر بعد كده اربعة وعشرين يعني التارجت انه هما في خلال اربع خمس سنين بعد بدايتها يوصلوا لعدد أربعة وعشرين نادي يشارك فيها النقطة التانية المهمة طب أنا كنادي أقدر أشارك في بطولتين قال لك هو يتقدر تشارك يعني ينفع الآله يفضل محافظة على وجوده في دور الأبطال ويشارك في دور السوبر على الأقل في الفترة الحالية اللي هي تامن أندية أو اتناشر اللي هيفضل عدد المتشات قليل طبعا لما هتدخل في التوسع بتاع اربعة وعشرين نادي بعد كده بعد أربع خمس سنين هتبقى فيها صعوبة شديدة جدا مع الأجندة المحلية معرفش بقى اللي هي ساعتها عامر حسين هيعمل ايه لا عامر حسين هو دي النقطة أستاذ أبراهيم اه انه ما فيش نوع من التنصيق بين الاتحاد الدولي والاتحادات الاقليمية ثم ومن ثمم على الاتحادات المحلية لأن شكل الدولي المحلي إذا فضل بـ 18 نادي مستحيل الكلام ده يتم طيب أنا ابتدت أفهم البطولات دي لها أغراض تسوقية لتعظيم الموارد والاستفادة من ولع العالم بكرة القدم وابتدت تتحط حوافز للبطولات الجديدة أضعاف البطولات الأديمة فإذا كان الغرض أن البطولة الجديدة تسحب البطولات من الأديمة اه تمشي معنا تمشي إنك أنت عمل لشكل جديد من البطولات وعظم الموارد ماشي لكن إنه نحن هنبقى الدولي المحلي ده يعني يعني اللعيبة يا جماعة ده يبقى لازم بالقامة تبقى خمسين لعيب وحتدخل عليك مصروفات وحتدخل عليك تعديلات كثيرة جدا في اللوايح لإن كمان كرة القدم بتزداد عنف وضراوة إحنا بنشوف التاكلينج بقى عامل إزاي المنافسة بقت الحادة قوي المنافسة اللعيب فلسابته يعني إرجع كده حتى بداية الألفية وشوف طريقة اللعب مساحاته اللعب والحرص من اللعيب على بعضها ده مش موجود خالص دلوقتي اللعيب يقاتل مقتوه حريص على إصابته ومش عصده يصيب بس قصده يعني هخدها هخدها عالطالك عالطالك بالعنف بالزوء بالعافية والتاكلينج واللي في الثمنتاشر ما بقاش يعني عملية التاكلينج ده قاعد قالوا تشايع علم الكامتين مجد عبل غاني إزاي تعمل دي وإزاي تعمل دي أنا كنت بتفرق في المدرجات كانت التاكلينج دي عملية جديدة على اللعيب المصريين في الزحلة إزاي وتفرق تاكلينج إزاي وكان بيعمله رغم أنه كان رجل ضخم الجثة لكن كان بيعمله برشاقة الحقيقة فده في السبعينات ابتدى فكرة دي يبقى فيه حاجة اسمها تاكلينج ويبقى فيه حاجة وظهر اللعيب المدافع القوي اللي هو السبويلر اللي بيبوز لها جمعات ظهر له دور مهم جدا وابتدينا نشوف الطرق الدفاعية المحكمة كل ده قدى إلى مزيد من السخونة والعنف والإصابات التي لم يشهد العالم من قبل العالم مش مصر بس والتي يلقى من النادي الآلي نصيب الأسد الحقيقة أنا عايز أعرف كل المشاكل دي لما تتحط قدام الناس لازم تتحل قبل ما يبتدوا البطولات دي كلها ترجمة نانسي قنقر